مع الحديث عن توجه 2500 جندي أميركي تابع للفرقة الجبلية العاشرة بهدف المشاركة في عملية العزم الصلب ضمن قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا حتى تسارعت التحليلات على لسان خبراء عسكريين بنتائج قوية على الأرض لصالح مواجهة الإرهاب سيما وأن الفرقة الجبلية العاشرة تتمتع بخبرة واسعة في التضاريس العراقية إذ سبق وأن شاركت في عمليات عسكرية في العراق وأبرزها عملية الدرع الصحراء العاصفة بمشاركة 1200 جندي آنذاك وقد أعيد تنشيط الفرقة الجبلية العاشرة الحديثة في فورت دروم في شباط عام 1985 باعتبارها واحدة من فرق المشات الخفيفة الجديدة التابعة للجيش الأميركي وقد تم تصميمها لتلبية مجموعة واسعة من المهام في جميع أنحاء العالم مما يضيف بعدا جديدا إلى الحركة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأميركية مكنت الحركة السريعة للفرقة من وصول القوات إلى منطقة الأزمات قبل بدء الصراع وأظهرت تصميم الولايات المتحدة وقدراتها حيث تم تصميم الفرقة الجبلية العاشرة لطمأنة الأصدقاء والحلفاء مع ردء الخصوم